من ضمن الاسئلة هل بيكون اختبار في نفس اليوم اللي بتختبر في الانجلش في اختبارات انترفيو البنك الاهلي? الحقيقة تجربة الشخصية كان في نفس اليوم. تجربة اغلب الناس في نفس اليوم. تجربة اغلبية البنوك بيكون في نفس اليوم. ليه? لانه عادة بيختبر الاختبار اللي هو الاساسي ده اللي بيفلتر بالناس عادة بيبقى يوم واحد. عشان هو لسه مش هجيب ناس تانية ونرهقهم لا هو من كده ها ها ويبدأ يفلتر الناس على طول. وعادة بيبدأ بالانجلش بعدين بيبدأ بالايكيو وفيبدأ يفلتر يفلتر فبيقعوا اللي كانوا ثلاثين يصفصفوا على عشرة ولا خمسة ولا تمانية هم دول اللي ينتقلوا الى مرحلة الانترفيو. آآ وهكذا تستمر الدنيا. آآ نصيحتي حاولناك من البداية تركز على ده حتى لو آآ في بعض الناس تقول لك لا ده انا اليوم اللي اروحت فيه آآ خلوا الايكيو. الله على ممكن يبقى الجهاز مسلا علق او في مشاكل فخلوكوا يوم تاني او هم غيروا النظام. فخليك انت آآ برو اكتف خليك انت من البداية عندك المذاكرة عشان تكون الدنيا بالنسبة لك واضحة. وربنا وفاقك وكتب لك كل خير. بازن الله.